اخبار رياضة اهلا بكم كشفت تقارير اعلامية ان المشكلات التي تحيط باستضافة قطر لكأس العالم لم تعد تقتصر على شبهات الرشاوي والفساد اذ امتدت لتصل الى الوعود التي قدمتها الدوحة والمتعلقة بالمنشآت التي ستقوم بتجهيزها لاستضافة المباريات والجماهير واشارت التقارير الى ان قطر وعدت بتوفير مئة الف غرفة خلال فترة المنديا لكنها تعاني للوصول الى خمسة واربعين الفا مما قد يدفعها لطلب المساعدة من ايران في استضافة الجماهير وكانت شبهات الفساد قد احطت بكيفية فوز قطر بحق استضافة كأس العالم عام 2022 خاصة انها لا تمتلك تاريخا كرويا لاستضافة المباريات والجماهير حصل المنتخب السعودي على المركز الاول خليجيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر يناير الجاري وجاء ترتيب منتخبنا الاول في المركز الخامس وستين عالميا متراجع مركزين في اخر تصنيف له وعلى الصعيد العربي جاء المنتخب السعودي في المركز الخامس وهو ذات المركز الذي حصل عليه اسيويا وعالميا حافظت المانيا على صدارة التصنيف وجاءت البرازيل ثانيا بينما حل البرتغال ثالثا تنطلغ مساء غد الجمعة مواجهة دور 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة وحيدة تجمع الاتحاد بنظيره الاتفاق على أستاذ مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وسيسعى الفريقان الى تجاوز هذا الدور والوصول الى مراحل متقدمة خاصة ان الفريقين بعيدين عن المنافسة على بطولة الدور السعودي للمحترفين ويأمل اصحاب الارض الى استثمار المستوى الفني الذي ظهر به الفريق في مواجهة الدور الاخيرة امام الهلال في المقابل يدخل فريق الاتحاد بعد ان تمكن من الفوز على الطائب الستة اهداف دون رد في الدور الثاني والثلاثين تواصل الجماهير الرياضية دعم انديتها عبر مبادرة ادعم ناديك وبدأت المنافسة بين جماهير الهلال والنصر على الصدارة وسط تساعد لبقية الاندية بشكل تدريجي جدد نادي الهلال مفاوضاته مع اشرف بن شرقي مهاجم الوداد المغربي للتعاقد معه خلال المريكات الشتوي الجاري ورفعت ادارة نادي الهلال العرض المقدم للنادي المغربي الى خمسة ملايين دولار الشيء الذي قد يدفع ادارة الوداد الى قبول العرض وكان النادي المغربي رفض الاستغناء عن اللاعب وكشفت مصادر اعلامية مغربية ان اللاعب ابدى رغبته في الانتقال الى الدور السعودي نظرا للقيمة المالية للعرض ومكانت النادي وفي الشأن الهلالي حيث تتجه ادارة النادي الى طلب نقل مواجهة فريقها الاول مع الند التقليدي الناصر من ملعب الامير فصل بن فهد الى ملعب جامعة الملك السعود وسيفتتح الهلال اولى مباريته على ملعب الجامعة امام الرائد في الثلاثين من يناير اتعمل الادارة مع المسوق الحصري للنادي على استكمال كافة تجهيزات الملعب لاحتضان مباريات الفريق بعد اكتمال جاهزيته يشار الى ان ادارة النادي العاصمي توصلت الى اتفاق مع الجامعة لاستثمار الملعب الرياضي لاستضافة مباريات الفريق في كافة المسابقات افتقد شباب مدينة جدة صرحا رياضيا مميزا حيث كانت مدينة الملك فهد الساحلية مكانا للشباب لاذهار مواهبهم الا ان هذا التمييز غاب بعد ان اصبح الغبار يعلو هذه المدينة الرياضية قناة الاخبارية وقفت على هذه المدينة وخرجت بهذا التقرير نشاهد المكان مدينة الملك فهد الساحلية بجدة الزمان الثالث من شعبان من عام 1434 كانت مدينة الملك فهد بمثابة الجامعة يأخذ كل عضو سنة تحضرية لتعرف فيها على انواع الرياضات المختلفة وبعد ذلك يتخصص في الرياضة التي يراها مناسبة له فلم يكون هناك رياضة الا ولها ملعب تتوفر فيه الاجهزة والادوات ولها مدرب متخصص كانت المدينة تسعى الى تشكيل فريق محترفين من كل لعبة تنافس به بالمسابقات مع الاندية الاخرى على مستوى المملكة ساعدت تلك المدينة على خلق روح رياضية عالية وعقلية تنافسية متزنة كانت تقريبا هي المتنفس الوحيد للشباب في ذلك الوقت اشتغلت بشكل مميز قدمت الكثير من النجوم في الاعاب المختلفة اذكر حضرنا كثير من المناسبات الختامية في رياضات التايكواندو الرياضات القتالية كان لها ايضا بطولات في سداسية الكرة القدم حقيقة استطاعت انها تخرج الكثير من الشباب المميزين في رياضاتها المختلفة هذا الكلام قبل ثلاثين عام بدأت واستمرت بها على هذا النحو قدمت عطاءات متميزة موقعها كمتميز جدا يعني هي من ابرز مزاياها انها في قلب جدة تجمع ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب قريبة من البحر في موقع استثماري رياضي جيد باختصار كانت محطة اجتماعية ثقافية تربوية كل ذلك قبل ان تنوي ان تغلق ابوابها وتصبح مأوى للحيوانات الضالة الدخول للمدينة لا يحتاج عضوية كما كان الحال بالسابق فابنيتها المتهالكة وعسوارها المتهدمة تسمح لك بالدخول متى ما شئت اعتقد ان الاستثمار الحالي هو الاستثمار الرياضي يعني خاصة بعد قدوم معالي رئيسية الرياضة تركيا للشيخ اركز كثيرا على اقامة الاكاديميات الرياضية وكذا واعرف كثير من المستثمرين الاجانب كانوا يبحث عن مواقع جيدة وحضروا هنا ويسألوا عن مواقع جيدة الموقع موقع المدينة موقع ممتاز جدا ومهيئة وفي بنيتها جيدة لانشاء مدينة رياضية استثمارية جيدة وهي سواء كانت على المالية او كانت على ملاك الهيئة هي مناسب ان تظل مدينة رياضية سيارات تالفة يكسوها الغبار تستقبلنا امام بوابة المدينة الرئيسية شاهدة على واقع المدينة الحالي فبعد ان استضافت المدينة مناسبات رياضية بمنشآت عصرية لم يعد لديها اللياق اليوم لتنفذ غبار هجرة الرياضيون مهند العوامر الإخبارية جدا